مبادرة شبابية جديدة وبسيطة يستفيد منها كل من يحتاج إلى الماء في المناطق البرية إن كان للشرب أو للاغتسال أشرف على تنفيذها شباب كويتي متطوع نتعرف على مشروع سبيل الصحراء في تقرير لخالد الفارس من هذا الطريق الصحراوي يمر الموظف الذي يعمل في الشركات الواقعة في الصحراء ويمر راعي الأغنام والإبل وغيرهم وقد يحتاجون إلى شرب الماء نظرا لارتفاع درجات الحرارة من هنا جاءت فكرة وضع سبيل ماء في الصحراء جاءت الفكرة من قبل أخوانكم شباب كويتيين على مشروع سبيل الصحراء ولله الحمد بدنا نعمكم من قبل شهر وفتحنا باب أو المجال للمشاركة في مشاركة الأفكار والحمد لله هذا أول مشروع تم انزاله على أرض الواقع بحيث أنه يكون مزود في خزان ألف قلون وأربع أزير تشوفونه بنظام التبريد اللي هو الخياش طبعا حطينا فيها نظام الطاقة الشمسية بحيث أن حطينا توليد للحرارة أو البلاكات اللي يحب يتزود مثلا يشحن تلفونة أو يشحن شيء وحطنا فيها علامات تحذيرية فوق يستفيد كل من الإنسان والحيوان والنبات وحتى الطيور من هذا المشروع الذي يوفر المياه الباردة للمارة وسوف يوزع مثل هذا المشروع الخيري على أغلب المناطق الصحراوية في الكويت المشروع يحكم أو يساعد في المساهمة في سقيا الإنسان طبعا المرة إضافة إلى الطيور إضافة إلى الحيوانات اللي موجودة في الأرض وزرعنا الأشجار البارية الكويتية المناسبة للجو أساس يكون في ظل وتساهم في عادة حيال الأرض الجردية اللي تشوفونها فقلنا نوفر السبيل هذا خدمة للي يمر الموقع هذا طبعا بخصوص توزيعنا قلتك هل سواينا ما يسحي ممكن مدة عشر أيام على حدود الكويت من شمال ومن جنوب ومن غرب وحتى من شرق فولي الله الحمد هذا أول مشروع باقي التسعة راح نوزعها على كافة المساحات الفاضية في الكويت إن شاء الله حاليا موجهين السبيل للشمال غرب موقعنا هذا اللي طبعا مضرب الهواء في الكويت والحمد لنكون شفت قبل شو درجة حرارة 45 بس الماء ما شاء الله عليه بارد من الزلي اللي قلت لك ومن الخياش نظام تنقيط عليه والحمد لله ناجح لا يقتصر عمل الخير على تقديم المعونات المادية وغيرها فسقي الماء من أفضل الأعمال التي أوصى بها دين الإسلام وهي نوع من الصدقة وهذا ما دفع بالشباب إلى التطوع للعمل على مشروع سبيل الصحراء في المناطق الصحراوية والنائية في الكويت خالد الفارس الرأي